وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد الاحتفال بأول عيد موحد للقضاء المصري بحضور المجلس الأعلى الهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية أيضا إلى جانب كبار رجال الدولة يأتي هذا الاحتفال بناء على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع المجلس الأعلى الهيئات القضائية الذي جرى عقده في الثاني من شهر يونيو الماضي باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما لقضاء المصري